العودة إلى بيت الطفولة مؤلمة رحل الذين أحبهم سامح فيضان درنخ تطف والديه وكل ما تبقى له فراغ يملأه الإبن المفجوع بالانتظارة نحن ننتظر إن شاء الله في الإعمار من جديد يعني صيانة الشارع، إعمار الشارع من جديد نصينوا نحن البيت وردوا يحيا من جديد البيت سواء كان البيت أو الحي لأن حتى الجيران يعني عشرة عمر بجوار سامح ودي درنة من هنا مر الكبوس على أهالي المدينة فبعد نحو تسعة أشهر على الكارثة رصادت الحدث ملامح التغيير لا سيما في مركز الكارثة درنة بعد عام إلا بضعة أشهر يواصل الليبيون نفض غبار كارثة الفيضانات إعادة إعمار وترميم لبنية تحتية ومباني سكنية قد تستغرق أطول مما هو متوقع السلطات تتوقع أن ينتهي العمل في الوادي سبتمبر المقبلة أي في الذكرى السنوية الأولى للكارثة تقول الجهات المختصة أن توسيعات أجريت لمجرى الوادي بعرض 75 متراً حركة إعمار وطرق وجسور يترقبها أهالي المدينة لعلها تنتهي واتصل شرقي الوادي بغربه وإلى ذلك الحين مشاريع أخرى أنجزت بنسبة متفاوتة بعضها بشكل كامل كهذه الوحدات السكنية الجديدة تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار شرقية ليبيا تقدر بقرابة ملياري دولار غسان بولوز الحدث درنة ترجمة نانسي قنقر